طبعا نشكرهم على هذا التقرير الجميل إلا أن دعاك أنت تتكلمي في موضوع وقلت بعطي عنه مقدمة موضوع هو كثير شائع يا حمدى عم بصيب البنات يمكن في سن مبكر وبسبب يمكن عدم اهتمامهم بهذا الموضوع أو يمكن غياب الوعي الصبايا ما بيروحوا بيعملوا فحص مبكر لهذا الموضوع هو يمكن مشبه الخطورة إلا أنه برضه كمان بيأثر على الإنجاب وهو موضوع تكيّس المبايد ويمكن في بعض المشاكل الهرمونية وبتصيب البنات بعمر مبكر وهذا الموضوع بيمنعهم من الحمل السليم لهيك رح نحكي أكثر عن الموضوع يا حمدى مع الدكتورة زينب سالم اللي عزاوي صباح الخير أكيد سمعتني وأنا عم بحكي عن هذا الموضوع وفعلا هو أمر شائع جدا كل ما بتسمعي عن بنت بتقول أنا عندي مشاكل وعندي تكيّس بالمبايد وهذا أمر صار جدا شائع شو اللي خلا يصير أكثر شيوعا من قبل هل المعيشة اختلفت أثرت على هذا الموضوع ولا هو أمر كان شائع منذ الأزل يعني ونحنا فقط اكتشفنا صح بالبداية صباح الخير عليكم وصباح الخير مشاهديكم الكرام التكيّسات المبايد احنا نسميها متلازمة تكيّسات المبايد ليش متلازمة؟ أول مرة هو شنو عبارة عن اضطراب هرموني يصيب النساء مثل ما تفضلت في سن البلوغ أو سن الإنجاب هذا الاضطراب الهرموني يسبب عدة أعراض بالجسم سببها الرئيسي هو ارتفاع هرمون الذكورة الأندروجين وهذا شيء يسوينا من مجموعة الأعراض مثلا يزديد الشعرانية في الجسم في مناطق يمام تعودة عليها مثل الذقن والجسم والظهر اضطراب الدورة الشهرية وعادة يكون اضطراب الدورة الشهرية تتأخر كثير التدفق يصير قليل أو أحيانا يصير كثير يصير عدها أجهزة أخرى تتأثر مثل الأوعية الشعرية الدموية والقلب يزداد الكولسترول الضار الثلاثي تكون معرضة لارتفاع ضغط الدم والسكر طبعا إذا مثل ما تفضلت إذا الموضوع انهمل وانترك وما تعالج نسبة شائعة مثل ما تفضلت النسبة توصل 10% يعني كل 10 نساء واحدة مصابة بهذا احنا ما نقول مرض وإنما متلازمة متلازمة يعني لينهزة كل شيء إلى علاج يعني نقدر حتى من خوف النساء والفترة اللي تصاب بها هي فترة الإنجاب أو البلغ يعني الأحيانا تجينا عمرها 13 سنة جديد بلغت فتتأخر أكيد عدم انتظام الدورة يسرع عندهم فتشوفينها تجي راسا تجيبها أو تشخص مبكرا أنه هي عدها متلازمة تكيس المبايض وهي لا لسه بعدي مناطج الهرمونات عدها يعني لازم نطي فرصة أيضا للنساء أسبابها أسبابها لحد الآن ما معروفة مية مية وأنه كثرة ليتلي مؤخرا كثرة كثيرة كثرانة الناس تقول أنه هي أسباب جينية شو عرفوا جينية أنه 50% من العائلة مصابة مثلا تسأليها عندك أخت مثلك الوالدة مثلك الخالة العمى فتشوف عدها هستري بالعائلة يعني وراثي وراثي تلعبده وأحيانا نقول البيئة الحياة البيئية شو نتأثر بالطريقة غير مباشرة على تكييسات المبايض هو الوزن الزايد الوزن الزايد يسبب تكييسات المبايض وتكييسات المبايض تسبب وزن زايد فهي حلقة فإحنا لازم نكسر هاي الحلقة فدائما إحنا شننصح أول شيء أول شيء ننصح للنساء نمط الحياة يعني أنا أول ما أبي ثلاث مرات أقول نمط حياة نمط حياة نمط حياة بعدين نبدي بالعلاج لأن الوقاية خيرهم للعلاج فنشوف أكثر النساء هو طبعا عادة أربعين في المئة من عدو يكونون يعانون من وزن زايد في أحيانا لا بالعكس وزنها ثلاثين في المئة يكون عدو وزنهم ضعيف بس تعاني من متلازمة تكييسات المبايض من الأعراض اللي قلناها بالإضافة أنه عدم انتظام الدورة الشهرية نشوفها تعاني من تأخر الإنجاب أو العقم لذلك مثل ما قلنا أنه لازم اللي عندها بالعائلة أو هي تعاني من اضطراب بالدورة الشهرية المفروضة تراجع من وقت بس تتزوج عما تطي نفسها بفرصة كثيرة وتنتظر لأن الفترة العلاج تأخذ أشهر يعني وأحيانا توصل لحد سنة يعني هو فيه فحص مخبري محدد لتشخيصه أو لا طبعا أول شيء احنا نبدأ مثل ما قلنا بالتاريخ المرضي نسألها تجي شنو الأعراض في العائلة أكو عندهم مثل مثل نفس المشكلة اللي هي تأخر الدورة شهرين ثلاثة ما تجي الدورة ثانيا السونار السونار شو وقت أكثر أحسن شي نسوي بعد الدورة مباشرة لأن أكثر يتهم ما يعرفون بالسونار شرح نشوف هو شنو أعراضها شون تصير السونار يكون هي حتى نطرقها عن الأكياس الأخرى الأكياس الأخرى مثلا يصبح عندها كيس كبير واحد أو اثنين كبار أو دموي أو دهني فهي تعزي إلى تكيسات المباشرة هذا مختلف تماما عبارة عن جريبات أو حويصلات أكياس صغيرة ما توصل حجم البيضة الناضجة يعني كلها أقل 10 ملي كم عددها لازم بسونار حتى هاي هم الزميلاتنا الطبيبات يعرفون أنه عدد الجريبات أو الحويصلات تكون هي مثل عقد اللولو تكون محيطة بالمبيض يتجاوز العدد بين 12 إلى 15 وحده وكل ما زاد العدد كل ما زارت أن التكيس موجود هذه بالسونار طبعا نسوي لها للطرفين ما في سونار نقول هذا طرف بي تكيس وطرف بي ثاني ما بي تكيس لأنه هو هرمون يجي من فوق من الغد النخاين فيضرب المبيضين فأحيانا تجيش تقولي ها اليمين يقولون بي تكيس واليسار ما بي ما كوهي تشيب ما فيه وإذا صاب بصيب يمكن الطرفين الطرفين المفروض هذا الشي والتشخيص الثالث هو تحليل هرمونات وتحليل هرمونات أفضل فترة هي ثاني يوم الدورة أو ثالث يوم الدورة لأن تكون مصفرة بداية الدورة فأي شيء عالي يرتفع فنعرف أنه هذه هي مصابة بتكيس المبايد طيب كيف نعرف أو كيف أو شو العلاقة بين تكيس المبايد والعقم أو منع الحمل شو هي الآلية اللي بتصير وبتمنع عملية الحمل يعني تكيس المبايد في المبايد والحمل بتصير في الرحم كيف ممكن أنه يمنع ما هي هو هذا السبب أنه أو الحويصلات اللي موجودة تمنع خروج البيضة لا تمنع التبويض ما يصير تبويض وحتى لو صار تبويض أكثر الأحيان هذه البيضة ما تنفجر يعني جدار المبيض يصير سميك جدا بسبب ارتفاع لـ LH وبسبب ارتفاع هرمون لأندروجين الذكورة فإحنا شنسا وبالبداية نعالج نعالج التكيسات ونخففها هي بصراحة حتى أقول لهم للنساء بما أنه هو جيني وراثي فشيء يعني لا تشبيها يعني ما تظل تتعقد من عنده أو آني آني صار مثل شون لون العيون أقول لهم لون البشرة لون الشعر أو أمر شاء أعطار ومتعارف عليه إذا كل عشر نساء وحدة تكون مصابة فدائما نقول لهم تعاية شوية لكن للتركي لأنه فيه مضاعفات كثيرة بمستقبل وكل شيء إلى علاج مثل ما قلنا نحن نبدأ اللايف ستايل علاج فيه دوائي وفيه علاج جراحي آخر شيء للجألة والعلاج يكون حسب الأعراض يعني نحن قلنا يتسبب مجموعة من الأعراض أحيانا بس تجينا هي بنت ما من زوجة تعاني من شعرانية فتشوفها تروح تسوي ليزر تتعالج بس ما تحصل نتيجة فعادة طباء الجلدية يبعثوهم علينا نتأكد من الهرمونات مالتهم نعالج الهرمونات وتتعدل كل الأمور عدم انتظام الدورة أحيانا تجي بس دورتها ما منتظمة فالرتب الدورة حسب العلاج يكون حسب العرض اللي يصيبها أحيانا يكون عقم فالعقم هو سببه عدم التبويض فنشتغل على الإباضة النطي مناشطات طبعا ماكو علاج بالبيت لازم تحت إشراف طبيب مختص ليش هدول يعدهم أكثر مثل ما قلنا 12 أو 15 20 فهذه من نطي مناشطات لا نعرف أي واحدة تصعد في سرعةهم تحفيز أكثر من اللازم لذلك لازم تحت إشراف طبيب ودكتورة إذا مثلا هذه الفتاة مثلا ما تعاني من شيء إلا أنها راح تجري طبعا كل دكتوري قلت اجري الفحوصات المستمرة قبل المرض فهي شو الخطة اللي ممكن تمشي عليها فتاة غير مصابة بشيء الفحوصات اللي ممكن تمشي عليها قبل ما تعرف أو ما تتعرض تريد تشيكنا في السقبل ما تتزوج مثلا تجي تشيك بعد الدورة مباشرة نشيك المبايض نشوفها إذا شفنا شكين اللي نحن عندنا نوعين عندنا المتلازمة وعدنا تكييسات المبايض العادية المتلازمة يصاحبها تغيير بالهورمونات الأندروجين يكون عالي الإنسولين ممانعة الإنسولين إحنا ليش الوزن يزيد ممانعة الإنسولين صار عالية فهذول هذول معرضين للسمنة أكثر شوفينا هي تسوي ريجيم مدى تضعف السبب أنه الإنسولين عدها عالي والإنسولين يزيد هرمون الذكورة فناس مرتبطة بناس فتيجي تشيك بالسونار إن شكينا أنه فيه أكو بالسونار علامات تكييس يكون حجم المبيض كبير وثقيل وزنه حتى أحيانا تعاني من آلام في الحوض لثقيل وزنه فنبدأ نبعثها على تحليل الهرمونات الهرمونات هي تبيننا أنه يعدها تكييس مبيض فقط بالسونار أو تكييس اللي هو متلازمة اللي صاحب الأعراض فهذه كل واحد قلنا إلى علاج معين طيب ذكرتي إنه ممكن يصير فيه إلها مضاعفات خطيرة في المستقبل شو هي المضاعفات الخطيرة اللي ممكن توصل إلها حال التكييس المبيض صحيح إحنا قلنا إنه الهرمونات تتأخر فيها الدور عندنا نوعين هرمون إسروجين وبروجسترون هاي هرمونات الأنوثة فهذه بالنسبة للتكييسات المبايض الإسروجين يظل يطلع زيادة 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 أكثر من اللازم فراح يزيدلنا سماكة بطانة الرحم هذه أحد المضاعفات فمن الزيد يعني الدورة في ناس ستة شهر ما تجي لهم ما تشكي ما تجي هاي دورة وكيفت مع هذا الوضع لا هذا في خطورة بالمستقبل إنه لا سمح الله معرضة إلى سرطان بطانة الرحم ليش لأن السماكة أكثر من الحد والهرمون الثاني اللي يعكس إنه هو البروجسترون ما موجود فإحنا لازم من خليها تتأخر فترة طويلة دائما ننزلها بالبروجسترون من خلي البطانة زيد عن حدها ثانيا هذول يصيب الأوعية والقلب ليش لأن الهرمون الثلاثية العفو نسينا الكلسترون الثلاثي يكون عالي فهذول تجلط في المستقبل السكر قلنا الممانعة ما الإنسولين عالية فهذول معرضين لأمراض السكر يعني بس هي على مدى سنين تجي لها فإحنا دائما نقول الوقاية خيرو من العلاج والدكتورة قلت في إجابة سابقة أنه ممكن التكييس يكون كيس دمو أو كيس دهني بس خبرين الفرق من بينهم أيهم أخطر هو إحنا إذا تشخص الشيء من البداية ما في خطورة بصراحة الخطورة إذا كان لا صمح الله في علامات أو رام سرطانية هذه واحد لكن الفرق بين التكييسات والكيس الكيس الدهني أو الدمو يكون واحد كيس كبير أحجامها تتعدل خمس سانتي هذه مو تكييسات التكييسات دائما حجمها صغير ويصاحبها اضطراب في الدورة الشهرية هذا هو الفرق طيب طريقة علاجها يمكن في ناس وأنا منضمنهم اللي ما بعرف كيف يتم علاج الموضوع هل بالأدوية هل جراحيا هل بالمنظار يعني أكيد رح يختلف الموضوع حسب الحالة وحسب العمر وحسب الحالة إذا هي متزوجة أو غير متزوجة هي عادة إذا هي قبل الزواج تعاني من اضطراب الدورة الشهرية نطيها من منظم طبعا ننصحها مثل ما قلنا ثلاث مرات نظمي حياتك نمط حياتك قبل الزواج قبل الزواج إذا شفيتها خاصة إذا وزنها هذا الفاس فود إحنا ليش نقول إنه بن عوامل بيئية أكيد هذا الأكل كله ملعوب فيه الموناتو وأكيد رح يسبب خلل به الموناتو هي ليش صارت شائعة والحركة قليلة عمل كله كمبيوتر وقعده فما في حركة ما في نشاط فتشوفين الوزن والوزن عادة هذول يعانون دائما منطقة الوسط أو البطن تكون عريضة فهي لازم يحتاج لها رياضة وتمارين حتى لن زيد حتى لو هي كانت عندها فيكون المرض يكون أقل عليها فأول شيء اللايف السهل الثاني شيء نطي منظيمات عادة يطلون حبوب منع الحمل حبوب الديان بروكليتون أكو هرمونات بسيطة اتعدلها تمشي الحال بس احنا ما نخليها على طول على هرمونات ننظم الحياة ونقلل الوزن ونطي بين فترة وفترة لأن مريد تتأخر الفترة طويلة عانت من انتظام الدورة عدلنا الهيات تجي تعاني من شعرانيها من نفس الشيء علاج هرموني نطي وديان وغيرها في حال بعد الزواج بعد الزواج لا نبدأ احنا في مكملات حتى قبل زواج نطي فيها أدوية جديدة وشركات كثيرة بدأت تشتغل على هذا الموضوع لأن صار يعني شي شائع كل عشر نساء وحدة عندها تكييز موبايد فبدأوا يطلون مكملات وإنزيمات تتعدل الإنزيمات اللي هي سببها على أساس إنزيمات مفقودة عند المبايض فبدأنا نطي نخفف وطأ التكييزات وبعدين احنا نريد إنجاب فنشتغل عليما على الإباضة نطي منشطات نكبر البيضة ونساعدها على الإخصاب دكتورة زينب أشكر على تواجدت اليوم معنا أتمنى أن نشرنا ولو فكرة بسيطة للبنات اللي شاهدونا حاليا اللي احنا صار وقت لازم ناخذ بريك شو رايش ناخذك بريك ومن بعدها نرجع أهلا وسهلا شكرا 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 شكرا